موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله على الصور الأقمار الصناعية بنلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تتحرك باتجاه الشرق هي مصاحبة للجبهة الهوائية الباردة التي بدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من صباح هذا اليوم واستمر تأثيرها نهارا هذا اليوم هذه الغيوم معظمها من النوع الممطر وادت الى سقوط زخات رعدية من المطر صاحبها الرعد والبرد وتساقط زخات من الثلج على فترات خاصة في معظم مناطق المرتفعات الجبلية هذه الغيوم مصاحبة لهذه الجبهة تتحرك باتجاه الشرق وبالتالي تتناقص هذه الهيلة كميات الغيوم تدريجيا ايضا تضعف فرصة سقوط الامطار مع بقاء الاجواء باردة وغائمة جزئيا وتسقط أمطار متفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة طقس بارد درجات حرارة متدنية أقل بكثير من المعدل أن معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 11 درجة مئوية بينما الصغرى المتوقعة في عمان هذه الليلة 5 درجات مئوية والصغرى الملموسة بحدود درجة مئوية واحدة إذن طقس بارد غائم جزئي تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجيا وتبقى موجودة الفرصة لتساقط أمطار في شمال ووسط المملكة لكنها أمطار متفرقة وعلى فترات أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن الطقس تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بشكل واضح والطقس بيكون بارد أيضاً وغائم جزئي في ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة خفيفة خاصة في شمال ووسط المملكة لكن اعتباراً بعد ظهر الغد تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً وأيضاً تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي والقليل لكنها يوم الاثنين تبقى أقل من معدلها العظماء المتوقع يوم الاثنين بحدود 12-13 درجة مئوية لكن الاثنين ليلاً طقس بارد غائم جزئي إلى صافي تتناقص درجات الحرارة تقترب إلى الصفر المئوي في مناطق المرتفعات الجبلية العالية والبادية والسهول يحتمل تشكل السقية وحدوث الإنجماد في بعض الأماكن في ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقع بحدود 5 درجات مئوية يوم الثلاثة تبدأ درجات الحرارة بإذن الله بالارتفاع التدريجي والواضح يوم الثلاثة طقس مشمس يتخلل ظهور بعض الويوم على ارتفاعات مختلفة الحرارة العظمى المتوقعة 17-18 درجة مئوية لكنها تبقى أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة وبالليل الجو يميل إلى البرودة قليلاً والحرارة الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية يوم الأربعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تكون يوم الأربعة درجات الحرارة حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ويوم الأربعة والخميس والجمعة طقس لطيف ربيعي دافئ نسبي ودرجات الحرارة حول المعدل يوم الأربعة لكنها خميس وجمعة وسبب تكون أعلى من المعدل بإذن الله طقس مشمس يتخلل ظهور بعض السحب الحرارة الأظمى المتوقعة يوم الأربعة 21-22 درجة مئوية وأيضاً طقس لطيف يوم الأربعة ليلاً والحرارة الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية لكن الطقس يميل إلى البرودة قليلاً في ساعات الصباح الباكر ملخص الأحوال الجوية المتوقعة استمرار فرص الأمطار هذه الليلة وصباح يوم الأثنين لكن تضعف فرصة سقوط الأمطار وأيضاً تخف شدتها بشكل واضح وأيضاً يوم الثلاثاء هو يوم الأثنين تميل درجات الحرارة لكن إلى الارتفاع القليل لكن اعتباراً يوم الثلاثاء ارتفاع تدريجي وكبير وواضح على درجات الحرارة وبقية الأسبوع طقس دافئ بإذن الله خاصة في النهار ولطيف بالليل أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ومن طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة